تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم المساعدة الغذائية للمتضررين من السيول بمركز كومنبو بمحافظة أسوان وقدعت مؤسسة حياة كريمة المواطنين المشاركة في حملة تبرع المساعدة المتضررين بالمحافظة من خلال إرسال كلمة أسوان في رسالة نصية قصيرة على رقم 9509 كما قدمت المؤسسة الشكرى للمتطوعين من الشباب الذين قاموا بالمشاركة في توزيع المساعدات على المتضررين تم التنظيم مع التعاون مع مبادرة حياة كريمة في خامة رسالة الرئيس عبد الفتح السيسي في تعاون بيننا وبين حياة كريمة بالنسبة لجامعة أسوان تم التنظيم القافلة من السيسي في أسوان الجامعي قافلتين طبيعتين في آن واحد من يوم الحد ليوم الخميس من 21-11 لـ 25-11 التنقل بين الجماعات الإقليمية هنا نحن نحن حاليا دولاكت في جامعية النهضة عزبة كيمة وفي قافلة تاني في الشلال إن شاء الله بإذن الله بالرب لجميع أغلب التخصصات معنا وإن شاء الله بإذن الله الأدوية والصرف والعلاج مجاني وإن شاء الله بإذن الله نتعاون مع أكتر من جامعية تانية علشان خاطر نتنقل ونصرف أكتر قدر ملكان لجامعيات والمتضررين بالسيول لأبنائنا محافظة أسوان